بعد الكلمة الروحية الجميلة نبتدي مع حضراتكم أخبارنا النهاردة ووزارة التربية والتعليم بتحدد العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 20-23 30 سبتمبر أو 30-9 هو موعد العام الدراسي الجديد اللي هيبتدي يوم 30-29-23 وينتهي إن شاء الله يوم 8-6 عام 24 ثاني من 30-9-23 إلى 8-6-24 لجميع المراحل التعليمية المختلفة لمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة والخاصة اللغات طبعا بنستثني من ده المدارس اللي هي الانترناشنال أو المدارس الدولية بيبقى لها موعيد تانية مختلفة والوزارة كمان وضحت أني امتحانات الفصل الدراسي الأول اللي هي نص السنة احنا مسمينها يعني هتبقى يوم 14 يناير القادم إن شاء الله سنة 24 وهتبدأ الأجازة نص السنة يوم 27 يناير ولمدة أسبوعين تمام؟ وتنتهي في 8 فبراير 24 وفي حالة تعارض موعد أجازة نص العامة مع أجازة وزارة التعليم العالي للبحث العلم وقوية يتم توحيد الأجازة معهم يعني ده تقريبا خريطة العام الدراسي الجديد يبقى العام الدراسي الجديد في معادة مدارس الانترناشنال هيبتدي يوم 39 23 وينتهي يوم 8 يونيو 24 أجاز نص السنة من 27 يناير ولمدة 15 يوم تنتهي في 8 فبراير وكل سنة وانتم طيبين بخير كل سنة وانتم طيبين وبالتوفيق طبعا للي لسه بيقدم لولاده في المدرسة عشان يبتدي معاهم الرحلة والمشوار للي نجحوا في السنة العامة وبيقدموا دلوقتي عشان يبتدوا مشوار أو خطوة جديدة في حياتهم في الكولاد فبالتوفيق للجميع الطلب تبقى سنة العامة وعشان موضوع التنسيق وفي ناس كتير سألت بتقول بنا حاول ندخل على الموقع مش عارفين نعمل ايه فالمرحلة الاولى بدأت تكتب الرغبات بتاعتك من خلال الموقع الالكتروني للتنسيق الموقع يبقى قدامكم على الشاشة تقدروا تصوروه وتدخلوا عليه لكن لازم نبقى عارفين حقا هتدخل رقم الجلوس والرقم السري رقم السري ده انت بتبقى واخده من المدرسة لانه كل طالب ليه ايميل وليه رقم سري وعموما موقع التنسيق موجود على المنصة انتوا لو كتبتم موقع التنسيق سنوية عامة هيتطلع لكم اللينك بتاع الموقع هتدخل رقم الجلوس هتدخل الرقم السري بتاعك هتبتدي تدخل لتسجيل الرغبات المرحلة الاولى مستمرة لغاية يوم الاربع الموقع فتح للتسجيل من النهاردة لغاية يوم الاربع اللي جاي هتراعوا بس وانتوا بتكتبوا الرغبات بتاعتكم التوزيع الجغرافي يعني انت مثلا من بنيسوي فهتكتب الجامعة بتاعتك لو هي موجودة في المكان او في المحافظة بتاعتك مش هتكتب جامعة القاهرة ولا جامعة عين شامس جامعة حلوان هي الاقرى فهتكتبها الاول قبل جامعة عين شامس فهتراعوا التوزيع الجغرافي هو كده كده الموقع مش هيسجلك الحاجة غير بناء على الموقع بتاعك من خلال البيانات اللي متسجلة ليك من وانت بتمليها قبل امتحانات السنوية العامة بالتوفيق ليكو وان شاء الله تحققوا كل اللي انتوا بتتمنون بخصوص سنوية عامة برضو موضوع المنح الدراسية الناس كتير بعتت لنا قلت لنا تكلموا في موضوع المنح هنعمل ايه طب ايه هي المنح نقدم عليها ازاي فالتسجيل في المنح الجامعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وفيه اكتر من 250 منحة دراسية برضو فيه لينك للتقديم للمنح يعني نحاول بس نطلعه لكم على الشاشة دلوقتي اول ما يطلع تقدروا ان انتوا تصوروا عشان تاخدوا الشهادة عن طريق المنح الناس او الاسر المسجلة في تكافل وكرامة ليها الفرصة او ليها الحق في انها تقدم على المنح المتفوقين من المدارس الحكومية والتجربية واللغات وكل المدارس ليهم الحق انهم يقدموا على المنح فيه جماعات كتير شريكة في التعليم مع جماعات هنا مصرية فان شاء الله يكون لكم الفرصة وكل اللي بتحلموا بيه تحققوا بالتوفيق للجميع كمان من اخبارنا النهاردة تصميم وتصنيع اول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع بحضور وزير التعليم العالي شاهد دكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع اول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع الحقيقة انه موضوع السيارة الكهربائية اللي هي محلية الصنع ده احنا بنسمع عنه بقالنا 3-4 سنين تمام مصر هتصنع سيارة كهربائية هيستورده المطوقة ما فيهاش مطور طبعا هيستورده جزء منها من الصين مصر اتعاقدت مع شركة مش عارف ايه الشركة اللي هتعمل ايه في العربية الكهربائية لكن الغد دلوقتي لا شفنا كهرباء ولا مية لا شفناش حاجة للأمانة برضو عشان الامور بتبقى واضحة لكن انا بقى تكلم ان احنا نفسنا في مصر قريب نشوف السيارة الكهربائية خاصة ان مصر بيلفعت بقت تعمل حاجات من خلال الهيئة العربية للتصنيع زي اللوتوبيس الكهربائي وده بقى موجود في مصر وموجود في عدد كتير جدا من المدن خاصة هتلاقي موجود في القاهرة وفي اسكندرية فامت بقى يلا بينا يعني العربية الكهرباء دي حاجة مهمة جدا ومصر من الدول اللي ما مشيتش الموضوع بالتدريج يعني اوروبا مشيت بنزين ثم هايبرد اللي هي بنسميها بالمصر هاجين ما بين البنزين والكهرباء تمشي بنزين ومع نفسها تفصل بنزين وتمشي كهرباء وبعد كده تشغل بنزين تاني فاتشحن تشغل كهرباء وبعد كده قلبه دلوقتي على السيارات الكهربائية احنا لأ احنا خدنا من العربية البنزين مباشرة للعربية الكهربائية والعربية الكهربائية موجودة في مصر بقالها كم سنة وبتنتشر اكتر العربية الكهرباء هي المستقبل العربية الكهرباء هتوفر بنزين واتوفر فلوس واتوفر مصنعيات واتوفر ميكانيكي واتوفر عفش واتوفر حاجات كتيرة جدا هتقدر كأن عندك شاء موبايل وتشحنها من البيت عادي وانت تحت البيت تشحنها عادي فنتمنى يبقى فيه يعني دراسة عاجلة لهذا الموضوع ونشوف على أرض الواقع سيارة كهربائية 100% ومن السيارات لهيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة ويعني منقول يا رب كده الجو يرضى عننا والدرجة الحرارة تهدى شوية لكننا الأرصاد بتقول لكم أنه هيبقى فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليومين الجايين وبتداء من النهاردة هي فترة الظهر دي بتداء من الساعة 12 لغاية الساعة 4 هيدي بتبقى أصعب فترة فحتى لو كان فيه انخفاض اللي مش محتاجه ما فيش ضرورة أنه ينزل أو يكون في الشمس في الوقت ده يبقى ياريت وخصوصا الكبار في السن الأطفال ما يتعرضوش بشكل مباشر لشمس محتاجين سوائل وماية كتير في الجو الصعب ده لكن هي نسبة الرطوبة اللي فيها مشكلة دايما بتحسسنا حتى لو انخفضت درجة الحرارة بالارتفاع عليها لكن في كل الأحوال فيه انخفاض طفيف في الدرجات وحيلا تكون قدامك على الشاشة وزارة الصحة بتقول الوقاية من حمى الضنق تعتمد على مكافحة نواقل المرض وان الكتير من حالات العدوى بفيروس حمى الضنق بتتسبب في أعراض خفيفة وحالات ندرة قد تكون حمى شديدة ولم يتم تسجيل حالات شديدة في مصر حتى الآن وتعتمد الوقاية على مكافحة نواقل المرض فوزارة الصحة بتقول اللي بينشروا أخبار عن حمى الضنق ما لقوش ما فيش أي حاجة في مصر مصر أمينة وإذا كان حصلت بعض الحالات بتبقى يعني الأعراض خفيفة وربنا يشف وينجل جميع العرب طيب الناس اللي بتسافر عشان المصيف وللأسف بتبقى فيه الأنديل البحر فلسعته بتبقى صعبة شوية وحسب بقى حجم الأنديل واللسعة ممكن تبقى حاجة بسيطة وفيه لسعات بتبقى صعبة بتحتاج لرعاية طبية فورية فمش عايزين بس نستهون بدا وأصلي حد تلسع فنبقى مش عارفين نتعامل معاه إزاي فهيئة الدواء بتوجه كده بعض النصايح لو لقدر الله ده حصل نتعامل معاه إزاي فبتقول لنا أول حاجة نغسل الجلد بمية البحر عشان الملح وخل على طول المكان المصاب تاني حاجة فيه المخالب بتاعة الأنديل بتبقى مسكة في الجلد للأسف يعني فدي لازم تتشاله لو حاجة رفيعة يبقى بملقاط سنه مدبب كده لازم نشيل المخالب من الجلد عشان نقدر نتعامل معاه ونعالجه تالت حاجة أن نقع الجلد فيه ماء حتى يخف الألم مستغرق من 20 ل 45 دقيقة وبيفضل طبعا أن المياه تبقى دافية أو سخنة شوية مش اللي تلسع بس مش مياه بردة لو مياه سخن من 20 ل 45 دقيقة ده بيبقى أفضل وبعد كده أقرب بقى صيدلية في مراهم بتبقى مخصوص للحاجات دي فيها نسبة كورتيزون من نص الواحد في المية فبيفضل أنها تتحط على المكان اللاسعة دي في حالة الإصابات الطفيفة أو البسيطة اللي أنا ممكن أتعامل معها في البيت لو الإصابة كانت أكتر من كده وشايفين أنها صعبة يبقى فورا لازم أتوجه لدكتور أو لأقرب مستشفى عشان يكون فيه تعامل طبي بشكل صحيح كمان من أخبارنا النهاردة وزارة النقل بتقول طرق الحصول على التذاكر من مكينات الدي في أم بمحطات القطار الكهربائي في مصر دلوقتي فيه اللي هو القطار الكهربائي اللي بياخد حضرتك من محطة عدل منصور في مدينة السلام وياخد حضرتك لحد العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمدينة المستقبل والشروع مدينة الشروع ومدينة اليبلس الجديدة ومدينة بادر يروح معاك لحد العاصمة الإدارية الجديدة فأنت هناك مفيش شايفينه الأنسة اللي وقفة أو المدام بتجيب تذكار مفيش هناك واحد تقوله إيه دين تذكارتين يقولك هاتفك ما عندناش فك مفيش الكلام ده كله أنت بتتعامل مع الماكنة الماكنة تسألك رايح فين تقولها يا ماكنة أنا رايح هليوبلس الجديدة تروح دايس على هليوبلس الجديدة فلما تدوس هليوبلس الجديدة يقولك هاتف مثلا عشرة جنيه تروح هتطلق لعشرة جنيه طلع لك التذكار أعتقد أنه بيبقى فيها باقي كمان لو حطت فلوس وليك باقي بتاخده بتتعامل مع ماكنة بتتعامل مع الماكنة مش بتتعامل مع بشر أو بنقدمين وبالمناسبة عايز أقول حاجة كان في الأول القطار الكهربائي الناس يعني بتبعد عنه شوية عشان غالي عشان غالي يقولك أنا إلي ركبني المحطات غالية بس الحقيقة أني في الفترة الأخيرة هما وزارة النقل قللت سعر التذكارة بشكل كبير جدا أعتقد يمكن بداية من عشرة جنيه لو ما كنتش أنا يعني بقول يعني بنسبة 99% كلام اللي أنا بقوله صحياني بعشرة جنيه تعريبا تذكارة تروح بيها أكتر من مكان فاركبوا القطار الكهربائي حلو جدا وعلى فكرة أنت بتنزل من القطار الكهربائي لو رايح المدن الجديدة بتركب الأوتوبيس التابع لقمه أنت مثلا نزلت محطة مدينة الشروق فأنت عايز تروح هناك مثلا عند قريبك اللي ساكنين جنبه محطة الأوتوبيس ففيه أوتوبيس مخصوص مكيف بياخدك من محطة المترو يلف بيك المدينة بكام ببلاش بكام ببلاش على أساس برضو أن أنت كنت راكب القطار الكهربائي يعني حاجة مميزة جدا وحاجة حيلوة طبعا المحطات المكينات اللي هي بتشتغل من غير بشر دي أو بتشتغل منك لماكنة عتقول دي موجودة في أوروبا من سنين كتيرة جدا لكن جميل وحاجة محترمة جدا أن هي موجودة في مصر فواتير الكهرباء فواتير الكهرباء في الصيف تال مراوح شغالة طول الوقت التكييف فإحنا عارفين فواتير بتيجي عاملة إزاي وفيه ناس بتبتدي بقى تفكر تستنصح كده شوية أعمل إيه عشان ما تفعش الفاتورة ففيه طرق يعني لا داعي لذكرها على الهواء فيه ناس كتير عارفة أنا قصدي إيه تقلل من استهلاك الكهرباء أو الفاتورة مش تقليل استهلاك إنه ما يتفعش فاتورة كبيرة بيتعامل مع العداد بشكل معين طبعا ده بيقع تحت طائلة القانون وليها عقوبة فالفاتورة تجيله قليلا خصوصا العدادات القديمة مش الكارت اللي هو لما بيخلص خلاص الكهرباء وبتقطع ولازم تلحق نفسك وتشحنه مرة تانية لكن العدادات القديمة هي الأكتر فرصها أو أفكارها في التلاعب وسرقة الطيار الكهربي ففي كل الأحوال هي جريمة طيب أنا لو حصل وتحرر ضدي محضر واكتشفوا إن أنا واخد الطيار ولعب في العداد عشان خاطر ما ادفعش فاتورة كبيرة أعمل إيه فالمفروض إن يحصل تصالح التصالح ده بإن أنا بدفع غرامة الغرامة بتاعة سرقة الطيار ما بتتقصتش طيب لو أنا ما عملتش التصالح ده وما روحتش دفعت القيمة دي المحضر بيتحول للنيابة وطالما تحول للنيابة بيبقى فيها عقوبة للحبس لأنه برضو العقوبة بتبقى فلوس مبالغ أقولكو تقريبا من كام لكام هو الحبس من مدة ما تقلش عن ثلاث شهور والغرامة عشر تلاف جنيه بحد أدنى وبحد أقصى ميت ألف جنيه فاتخيلوا بقى لو واحد ما رحش عمل التصالح والمحضر تحول للنيابة طيب تحول للنيابة ينفع أننا تصالح آه ينفع أنك تتصالح بأنك تروح تدفع القيمة بتاعة الغرامة ومرة تانية هي مش بتتقصت ويحصل التصالح أنا كمان بنختم بالخبر ده اللي تهيبة أخبارنا النهاردة وعندنا موضوعين في موضوع فيهم عن إزاي تلمع المقتنيات اللي عندك سواء فضة أو دهب إزاي تلمعها بطريقة صحيحة من غير ما تضر بي المعدن أو تعمل مشكلة تتخسرك فلوس كتير جدا دي حتة بقى تقنية النهاردة ناخدها معنا في حلقتنا كمان عندنا موضوع عن بيئة العمل كل واحد بفينا بيشتغل في مكان أو بيشتغل في مهنة معينة ممكن يجي له فترة كده برود كده ما فيش شغف ناحية الشغل متدايق مخنوق يعمل إيه لما يحس بإحساس زي ده يقول لك أنا فقد الشغف أنا معرفش إيه الشغف اللي بيعودوا في القدودة لكن نعرف أكتر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة